السؤال الثاني الأخ يقول هل يجوز للرجل أن يجلس مع أخت زوجته بحجة أن هذه البرأة محرمة عليه تحريما مؤقتا الجواب أم هذا يعتبر من الاختلاط المحرم الجواب هذا من الاختلاط المحرم إذا لم يكن هناك حاجة لمثل ذلك وفي حدود الضوابط الشرعية بمعنى أنه إذا كان هناك حاجة في جلوس هذه المرأة كإصلاح بينه وبين أختها أو كتدخل منه للإصلاح أيضا بينها هي وبين زوجها مثلا أو نحو ذلك فلا حرج وأما قضية التحريم المؤقت فكل امرأة متزوجة هي محرمة تحريما مؤقتا على أي رجل فهل يجيز ذلك أن يتجالس الرجل مع هؤلاء النساء أو هذه المرأة مع الرجال هذا الاختلاط الذي لا يجوز وأما الكلام فإذا كان يحتاج إلى أن يكلمها في أمر فيكون الكلام من وراء حجاب وفيما يحتاج إليه والله سبحانه وتعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر